بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الرابعة لبرنامج الماجستير المهني في المحاسبة الفصل الدراسي التاني المستوى التاني تخصص محاسبة مالية عربي مقرر او مادة اعداد التقارير المالية لقطاعات التشغيل اعداد الدكتورة ايمان السعيد النهاردة هنتكلم عن موضوع ان شاء الله محددات الافصاح عن القطاعات التشغيلية آآ محددات الافصاح دية آآ الافصاح اللي انا بقصده آآ من ناحية كمية الافصاح او مستوى الافصاح وجودة الافصاح آآ احنا في المحاضرتين اللي فاتوا آآ محاضرة أسنا فيها مستوى الافصاح الشركة بتوسع او لو بتوسع يعني بنديةها واحدة أو سيف آآ جودة الافصاح برضو تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة على طول اللي تناولت جودة الافصاح من ناحية بنتدي الافصاح بين عايزين نحكم عليه من هو جيد او غير جيد يعني هنديله مستويات الافصاح فهنديله يا سفر يا واحد يا اتنين يا تلاتة وتلوقتي هنتكلم النهاردة عن محددات الافصاح يعني العوامل بتأثر فيه العوامل المتأثر فيه باعتبار ان احنا لو عملنا دراسة تطبيقية في مثلا الماجستير بتاعنا وابتدينا ان يكون المتغير التابع بتاعك اللي هو الافصاح عن القطاعات التشغيلية عايزين نعرف المتغيرات المستقلة المؤسرة في المتغير التابع بتاعك اللي بيأثر في الافصاح عن القطاعات التشغيلية اللي بيزوده ولي بيقلله هي العوامل وهنشوف هذه العوامل هننسبها للمجموعتين زي ما نشوف العوامل ديا في دوق الدراسات السابقة ممكن نقسمها النوعين آليات الحوكمة هناك عوامل مرتبطة بمصطلح الحوكمة والآليات بتاعته سواء كانت آليات داخلية او خارجية وخصائص الشركة الشركة نفسها لها خصائص يعني مثلا حجم الشركة الصغيرة لحجم الشركة الكبير ممكن يؤثر في ان الافصاح القطاعي يزيد او يقل او جودته تزيد او تقل آآ آليات الحوكمة يعني مثلا وجود لجنة للمراجعة داخل الشركة وتكون قوية بالطبق آآ آآ الحوكمة بطريقة سليمة فممكن يزود مستوى الافصاح او يقللوها كذا نبتدي نتكلم عن كل واحدة منهم بالتفصيل ونشوف التفاصيل بتاعتها وعايزين نعرف نقيس كل آآ واحدة منهم ازاي في دوق ان احنا في مهاضرتين اللي فاتوا قسنا مستوى الافصاح وقسنا جودة الافصاح اللي عايزين برضو نقيس بقى المتغيرات المستقلة اللي عندنا اللي هي آليات الحوكمة وغصائص الشركة بحيث نقدر نعمل مسلا نموذج عندنا آآ انحضار آآ متعدد آآ نموذج احصائي انحضار متعدد ندخله في طلع علينا نتاج ونكون كده عملنا آآ كل الشغل آآ المطلوب مننا على مستوى لو افترضنا انها فيه رسالة بيتكلم عن العوان المؤسرة او محددات الافصاح آآ او محددات الافصاح مستوى وجودة الافصاح القطاعي مستوى من ناحية المستوى وجودة هذا الافصاح هنتكلم بقى عن تفاصيل آليات الحوكمة تفاصيل الخصائص الشركة الحوكمة اللي هنتكلم بالنسبة للحوكمة آآ احنا قولنا آليات الحوكمة يعني نمرة تلاتة هنا اللي قدامنا آليات حوكمة الشركات لكن عايزين قبل ما نوصل الآليات وازاي نقسها لازم نعرف مفهوم وامية الحوكمة كمقدمة يعني تطور قواعد الحوكمة في مصر واليات الحوكمة تعالوا بنتشوف اول نقطة مفهوم حوكمة الشركات آآ بشكل عام يشير مصطلح حوكمة الشركات الى مجموعة القوانين آآ والمعايير والقواعد اللي بتحدد العلاقة بين ادارة الشركة من ناحية والممولين واصحاب المصالح من ناحية اخرى الناس اللي بيمقولوا الشركة بفلوس الناس اللي بتسمر فيها فآآ آآ الحوكمة بت بت ايه بنقول آآ بتحكم بتحكم العلاقة او بتحدد العلاقة بين ادارة الشركة واصحاب المصلحة فيها اهمية الهوكمة لها اهمية كبيرة والعلاقة متدخلة ما بين اهمية الحوكمة للشركة اهمية الحوكمة للمجتمع اهمية الحوكمة المستثمرين فمثلا الشركة ان عدم التطبيق السليم لقواعد الحوكمة على مستوى للشركة والدولة ككل يؤدي الى انخفاض تقييم الشركات كمان تطبيق قواعد الحوكمة من شأنه تدعيم دول مجلس الادارة والمستويات الادارية آآ الوسطى بالمنشأة وتدعيم المركز التنافذي للشركة ده بالنسبة للشركة طب اهمية بالنسبة المجتمع الحوكمة ان عدم تطبيق قواعد الحوكمة يعني عدم كفاءة استخدام رأس المال وسوء توزيع المتدخرات كما ان زيادة تكليفة رأس المال وانخفاض معدلات النمو آآ دي من ضمن الحاجات اللي احنا لو ما طبقناش الحوكمة عدم تطبيق قواعد الحوكمة يعد السبب الاساسي لعدم باستقرار واعزمات المالية والاقتصادية اما بالنسبة للمستثمرين فاهمية الحوكمة في انها آآ لو مش موجودة يبقى فيه آآ هروب للمستثمرين من الاسواق المالية النمية والشركات الجيدة اذا كانت تعمل في اطار حوكمة ضعيف او مش موجود فيه حوكمة بيحصل هروب مستثمرين وهناك تتعرض لمستثمرين لمخاطر يسعب تقييمها وبالتالي آآ الحوكمة الشركات على درجة كبيرة من الهمية آآ تطور قواعد الحوكمة في مصر من ضمن الحاجات اللي لازم تكون عارفها آآ آآ اول دليل صدر لقواعد الحوكمة قواعد ومعايير حوكمة الشركات في مصر كان سنة الفين وخمسة لموجب قرار وزير الاستثمار رقم تلتمية اتنين وتلاتين بعد كده آآ اصدروا نسخة احدث سنة الفين وحداشر تتكلم عن دليل قواعد ومعايير الحوكمة آخر اصدار آآ من دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات كان سنة الفين وستاشر لاللي موجود لحد تلوقتي آآ وصدر من قبل او من جارب مركز المدير المصري التابع للهيئة العامة الرقابة المالية آآ اللي هي كانت آآ اسمها الهيئة العامة السوق المالية آآ حاليا في القرية الزكية طريق مصر اسكندرية الصحراوي وابل كده كانت في شارع اماد الدين بوسط البلد آآ آآ عايزين نتكلم شوية عن محتويات دليل حوكمة الفين وستاشر بيقول لك آآ في آآ اربع ابواب الباب الاول بتكلم عن الاطارة العام لحوكمة الشركات آآ الاطارة العام لحوكمة الشركات آآ ويتكلم في هذا الباب عن مقدمة عن مفهوم واهمية الحوكمة في الباب التاني المحاول الرئيسي لحوكمة الشركات. اتكلم عن الجامعية العامة للمسامين ومجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والبيئة الرقابية. بينما في الباب التالي تتكلم عن الافصاح والشفافية. اخر باب تتكلم عن مواصيك ولواقع وسياسات حوكمة الشركات. آآ نتكلم بقى عن قليات الحوكمة اللي هي مؤثرة عندي في المتغير التابع بتاعي اللي انا عايزة ادريسه. آآ اللي هو الافصاح عن آآ قطاعات التشغيلية. قليات الحوكمة ممكن نقسمها القليات الداخلية وقليات خارجية. قليات الداخلية بمتمثلة في آآ في مجلس الادارة ولجنة المكافئات لجنة التعيينات آآ لجنة المراجعة لجنة ادارة المخاطر آآ المراجعة الداخلية آآ الافصاح والشفافية هيكل الملكية كلها آليات حوكمة. الآليات الخارجية بنتكلم عن المساهمين المراجع الخارجي آآ جهات رقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية البورسة الاوراية المالية القوانين والتشريحة دي كلها آليات خارجية. طيب ازاي دي انا عايزين نخلي بالك ده كله بفكرك بان احنا بنتكلم عن العوام المؤسرة في مستوى جهودات الافصاح القطاعي اللي بتتكلم عن حاجتين آليات الحوكمة وخصائص الشركة. احنا خلاص خدنا آليات الحوكمة وخدنا عنوينها طبعا لسه هنعرف ازاي آآ نقيس كل آآ مثلا آآ آآ الخصائص المتعلقة بمجلس الادارة ازاي نقيسها. الخصائص المتعلقة بالانجلة المراجعة ازاي نقيسها وهكذا. اللي هي سواء آآ آآ داخلية او خارجية. آآ ولسه هنشوف برضو خصائص الشركة نتكلم عليها ونشوف كل واحدة بتتأسس ازاي. تعالوا بقى نشوف الآليات وازاي نقيسها. آآ مجلس الادارة آليات الحوكمة. آآ مجلس الادارة. عايزين نشوف مؤشرات القياس بتاعتها. قاليت لجنة المراجعة مؤشرات القياس بتاعتها. قاليت هيكل الملكية مؤشرات القياس بتاعتها. خصائص الشركات مؤشرات القياس بتاعتها. لو خدنا آآ قاليت مجلس الادارة نشوف المؤشرات ازاي نقيسها نحط لها قيمة. زي ما قيسنا قبل كده الافصاح. مستوى الافصاح. آآ او كمية الافصاح. وقيسنا آآ جودة الافصاح. آآ جئسنا جودة الافصاح. آآ آآ منها كاقيمة يعني عايزين برضو نقيس آليات مجلس الادارة. ممكن نقول ان الآليات اللي احنا عايزين نقيسها في المتغيرات اللي هنستخدمها في في المحاضرة دي والشغل بتاعنا آآ تلات آآ حاجات. ضمن آليات مجلس الادارة. عايزين نتكلم عن ازاي نقيس استقلالية عضاء مجلس الادارة. آآ نتكلم عن حجم مجلس الادارة. نتكلم عن ازدواجات دور المدير التنفيذي. آآ استقلالية اعضاء مجلس الادارة. آآ لو جبنا معلومات عنها من دليلها وكمال مصري. آآ ان بيقولوا للشركات يتشكل مجلس الادارة لها من آآ بحيس يكون اغلبية اعضاءه من غير التنفيذيين. بينهم عضوين مستقلين على الاقل. آآ ومن الضروري ان يكون آآ من ضمن اعضاء مجلس الادارة اعضاء مستقلة لا تمارس اي منصب تنفيذي بالشركة. ممكن نقيس ازاي الاستقلالية بتاعة مجلس الادارة. لسه هنشوف. آآ ممكن نقيسها على فكرة من خلال آآ ازا كان معظم اعضاء آآ مجلس الادارة مستقلين. بنديها واحد. ونديها سفر بخلاف ذلك. طب حجم مجلس الادارة ده تاني متغير عندي فقالية مجلس الادارة. حجم مجلس الادارة. آآ لازم يكون حجم مجلس الادارة مناسب. ولم يحدد دليل الحوكمة. آآ الصادر سنة الفين وستاشر. عدد معين لعضاء مجلس الادارة. نقيسه ازاي? بعدد اعضاء مجلس الادارة. طيب. ازدواجية دور المدير التنفيذي. آآ يقصد بازدواجية دور المدير التنفيذي جمع شخص واحد بالمنصب رئيس مجلس الادارة ومنصب العضو المنتدب او المدير التنفيذي. وطبقا للدليل مصري لحوكمة الشركات يفضل الفصل بين المنصبين. وفي حالة عدم امكان ذلك يجب الافصاح عن اسباب ذلك في التقرير السنوي للشركة والموقع الالكتروني للشركة. طب نجيس الازدواجية ازاي دين? ازدواجية دور المدير التنفيذي. يمكن قياسها من خلال. ازا كان رئيس مجلس الادارة هو المدير التنفيذي يعتر قيمة واحد. ويعتر قيمة صفر بخلاف ذلك. ده كلها آليات مجلس الادارة. او استقلالية مجلس الادارة. قلنا نقصها ازاي بواحد وصفر. حاج مجلس اقدار عدد الاعضاء. آآ ازدواجية دور المدير التنفيذي هنعملها برض واحد وصفر. تعال نشوف بقية آآ الليات بتاعة الحوكمة. قلية لجنة المراجعة. هنتكلم فيها عن استقلالية لجنة المراجعة. حجم لجنة المراجعة. عدد مرات اجتماع لجنة المراجعة. اللجنة المراجعة هي هي لجنة تابعة لمجلس الادارة. تشكل آآ من اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين والمستقدين او من خارج الشركة. على ان يكون من بينهم عضوا مواحدا على الاقل ممن لديهم معرفة ودرائب الامور المالية والمحاسبية. وتتولى لجنة المراجعة المهم التالية. دراسة القوامة المالية قبل عرضها على مجلس الادارة. التوصية بتعيين مرائب آآ الحسابات. والعديد من ايه نقول آآ المهام يعني الاخرى. آآ استقلالية مجلس اللجنة. احنا هنتكلم عن آآ ازاي نيسألية لجنة المراجعة. آآ خلال قلتلك هنتكلم عن استقلالية اللجنة. حجم اللجنة عدد مرات اجتمع. استقلالية اللجنة هنقسها من خلال واحد وسفر. ازا كان معظم اقضاء اللجنة مستقلين ديها واحد ونوعنا ويعطى صفرا بخلاب ذلك. حجم لاجنة المراجعة يمكن فإصح من خلال عدد اعضاء لجنة المراجعة. عدد مرات اجتماع لجنة المراجعة. نقسها من خلال عدد مرات اجتماع لجنة المراجعة. طيب. آآ الدراسات السابقة اتكلمت عن الالية لاجنة المراجعة والية مجلس الاضدارة. والية انه هناك آآ نتائج مختلفة. هل العلاقة ايجابية مبين آآ الية لاجنة المراجعة و مستوى و جودة الافصاح الكتوعي و الى العلاقة تردية و العكسية كذلك بالنسبة للخص الالية القبل كده اللي هي الية اعضاء مجلس الاضدارة او الية مجلس الاضدارة برضو. العلاقة ما بين آآ 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 مجلس الإدارة والمستوى وجودة الإفساح القطاعي مختلفة آآ في الدراسات هل هي طردية ولا عكسية ولا لا توجد علاقة. من ضمن الحاجات الآليات الحوكمة مازلنا في آليات الحوكمة. اللي ده كله آآ مجموعة من العوامل المستقلة المؤثرة في التابع اللي هو الافصاح القطاعي عندي. آآ كمية وجودة كمية الافصاح القطاعي وجودته. وبالنسبة للاتنين اللي قلنيهم. آلية مجلس الادارة. آلية لجنة المراجعة. الآلية التالتة اللي هتكلم عليها آلية هيكل الملكية. هيكل الملكية بيعكس طبيعة ملاك الشركة وحصصهم في رأس المال. مالك الشركات غير متجنسين وتختلف اهدافهم ومتطلباتهم. هناك كبار الملاك. هناك آآ الملاك من من الادارين بالشركة. منها المتوقع ان تؤثر الاختلافات بين هذه الفئات على الافصاح المحاسبة عن المعلومات القطاعية. سلبا وايجابا. آآ يمكن قياس آآ هيكل ملكية من خلال مصطلح اسمه تركز الملكية. يعني ايه تركز الملكية? يعني وجود عدد قليل من ملاك الشركة غالبا ما يشاركون في ادارتها. بتتركز الملكية في عدد معين من الناس. آآ وطب نقسها ازاي تركز الملكية ده? ممكن نقسها. من نسبة اجمالي اسهم الشركة المملوك لمساهمين من قريج الادارة. الذين يملكون خمسة في المية. فاكسر من الاسهم. النسبة دي نسبة شائعة لقياس تركز الملكية في العديد من الدراسات. وبرضو بالنسبة لعلاقة هيكل الملكية بالافصاح القطاعي. اختلفت النتاج ما بين الدراسات. آآ حيث العلاقة قد تكون طردية بعد الدراسات توصلت لكده. بعد الدراسات توصلت من اللاقة عكسية. آآ بعد الدراسات قالت انه لا يوجد علاقة ما بين هيكل الملكية والافصاح القطاعي سواء كانت في صورة آآ كمية الافصاح اللي هو او مستوى الافصاح او جودة الافصاح. دي كلها كانت قليلات الحوكمة. تم ندخل على خصائص الشركات ودي النوع تاني من مجموعة المتغيرات المستقلة المؤثر على المتغير التابع بتاعي اللي هو آآ مستوى وجودة الافصاح القطاعي. خصائص الشركات الكتيرة. يعني خصائص الشركات حاجة بتميز بيها. وصولها شكلها ايه? او حجم الشركة شكله ايه? آآ الرفعة المالية ربحيتها وكزا. فاحنا هنركز في هناك عديد من الخصائص عمر الشركة آآ آآ مخاطر اللي بتتعرض لها الشركة. خصائص كتيرة اللي هنركز عليها واللي الدراسات السابقة تكلمت عليها. وقالت انه ممكن يبقى فيها علاقة احتمالية وجودة علاقة ما بين بعض الخصائص ديا والافصاح القطاعي آآ هم تلاتة اللي هنتكلم عنهم آآ اللي هو الخصائص دي متمثلة في حجم الشركة رفعة المالية ربحية الشركة. حجم الشركة ده اللي هو حجم الشركة يعني كبيرة ولا زغيرة ممكن تأثر في الافصاح? او جودة الافصاح? طيب حجم الشركة نقيسه ازاي? باللغة رتم الطبيعي لاجمال الاصور. اللغة رتم الطبيعي ده عادي بتجيب آآ اجمال الاصول في اي شركة بيبقى رقم كبير قوي بمسلا بالمليون بالملايين. فاحنا عايزين نصغره شوية. ونخلي تجانس ما بين المتغيرات بتاعتنا في الدراسة لان بعدها آآ ممكن تلاقي سبعة من عشرة مش معقولة بقى بعد كده آآ مسلا المستوى الافصاح سبعة من عشرة. اللي هو التابع. نيجي بقى في المتغير المستقل نلاقي مليون. لما بلقى رقم كبير كقاوي. المليون ده هي ان صغرها شوية ازاي نجيب اللغة طبيعية بتاح. عشان يبقى في تاجينوس كده الارقام مع بعضية. طيب اللغة الطبيعية بيختلف عن آآ اللغة لج. لا ده اللغة الطبيعية ده لن. آآ لج ده للأساس عشرة اللن دي آآ باتنين وآآ اتنين صحيح وآآ وآآ كسر. ده عجم الشركة وممكن نقسه بالطريقة دي. طب رفع المالية معدل التمويل بالديون يعني. الشركة هل لو عليها ديون كتيرة هل هيأثر على الافصاح بتاعها ولا لأ. يمكن قياس رفع المالية من خلال نسبة بسط ومقام. اجمال الالتزامات في نهاية الفترة على اجمال الاصول في نهاية الفترة. طب ربحية الشركة. آآ ربحية الشركة دي ممكن نقسها بحاجات كتيرة من ضمنها معدل عائد على الاصول آآ اللي هي نسبة صف الربح آآ بعد الفوائد والضرايب الى اجمال الاصول في نهاية الفترة. بالنسبة برضو للخصائص بسطفة عامة سواء حجم الشركة سواء رفع مالية سواء ربحية الشركة بتختلف آآ علاقتها بالافصاح القطاعي آآ باختلاف الدراسات. كل الدراسة بطلعة نتيجة مختلفة. وبالتالي نقدر نجمع العناوان الرئاسية بتاعتنا اللي بتقول ان هناك عوامل مؤسرة في مستوى وجودة الافصاح القطاعي. ممكن نقسمها لنوعين من العوامل آآ عوامل متعلقة بقاليات الحوكمة. عوامل متعلقة بخصائص الشركة. واتكلمنا تفصيليا عن بعض قاليات الحوكمة وزي نقسها. تكلمنا تفصيليا عن بعض خصائص الشركة وزي نقسها. آآ نبتدي بقى المفروض نجمع كل الكلام دهوا مع بعضوا. محاضرات جاية. ان شاء الله. شكرا لحضراتكم وبالتوفيق. شكرا لحضراتكم.